بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول في هذا المقطع الميكانيكال جريبينج هاي من هنا نعرف الأجزاء المكونة للجريبير ونعرف كيفية حساب الفورس اللازمة لعملية الـجراسبينج لأوبجيكت معين تعالي نشوف الميكانيكال جريبير is a device that it consists of three main elements العناصر العناصر الثلاثة أو three elements هما عبارة عن the fingers and drive mechanism دي اللي بنسميها fingers هنا دي جوز الفكوك أو الفك احنا بمكن بتبقى عبارة عن fingers والdrive mechanism اللي احنا شايفينه اللي قدامنا في الرسم وبعدين the interface الـألمنت التاني the interface between جريبير and روبوت النهاردة أنا عندي روبوت وعندي الجريبير فأنا لازم أعمل في البرنامج بتاعي كيفية حركة الروبوت هتتم ازاي ومتى يتدخل الجريبير عندي جوب معينة يعني أنا عندي الجريبير في الروبوت نقل البارت اللي موجود عشان يتعمل تشغيل معينة نقلها عن طريق ان الجريبير ماسك البارت ودى على milling machine الميلينج ماشين هتعمل الشغلانة بتاعتها في 20 ساكن انا عملت open الجوز بعد ما وضعت الشغلانة كل ده بعمله في البرنامج عندي بعد العشرين سنة بعمله delay اقول له استنى delay روبوت لحد ما تخلص الميلينج ماشين شغلانتها بيبدأ الروبوت يتحرك ادي الوردر للجريبير انه يعمل عملية close للشغلانة ويمسكها ويوديها للجوز اللي بعد يبدأ الانترفيس مهم جدا تالت حاجة the actuator or drive source ادي الاكتواتور او drive source اللي هيشغل الغريبر نيجي نشوف بيقول the gripper must be designed دي الحاجات بقى لاجب انت تطرعيها the gripper must be designed so that it grasp the component accurately and reliably over extended period of time the purpose of the fingers and drive mechanism is to convert the power drive from the actuator or drive source so as to move and grip the components يبقى اذن دي شرح لعملية mechanical gripper بكده نكون وصلنا لعهد هذا المقطع نراكم ان شاء الله في المقطع القادم اشتركوا في القناة لك اشتركوا في القناة